اشتركوا في القناة 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 ولو لم يؤمن بذلك هو عبد مقهور ذليل خاضع تحت تحت ربه سبحانه وتعالى ومولاه هذه تسمى عبودية قهر فلا يخرج أحد في هذا الكون عن أن يكون عبدا لله والله مالكه سبحانه هو الذي أعطى الروح فيه أسراها فيه وهو الذي يسلبها منه لا يتحرك إلا بإرادة ربه ومولاه ولا يسكن إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى له سبحانه وتعالى جل في علاه فيجب أن ينتقل العبد من ذلك إلى عبودية الله وحده والله لا يستحق مخلوق أن يعبد كيف يعبد المخلوق يعبد مخلوق والجميع عبد لله عز وجل كيف يعبد العبد عبدا أقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وإذا كان الأمر كذلك فيا عبد الله إلجأ إلى ربك ومولاك واصرف جميع ألوان العبادة لله عز وجل سواء كانت عبادة قلبية أو قولية أو مالية أو بدنية جميع هذه الألوان والأنواع تصرف لله عز وجل لا يتحرك قلبك خوفاً ورجاءاً محبة وإنابة تطلعاً وإخباتاً إلا لله عز وجل لا تخف إلا من الله ولا يوجل قلبك إلا من ربك ومولاك لا ترجو سوى الله عز وجل فالرجاء مطلوب من العبد ولكنه للرب سبحانه وتعالى جل في علاه لا تنادي غير الله ولا تطلب ولا تسأل من غير الله شيئاً لأن غير الله لا يملك غير الله ضعيف مثلك لا يستطيع أن ينفعك بشيء ولا أن يفتح عليك بشيء ولا أن يدفع عنك أي لون من ألوان الضر أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع عليك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له لا يستطيع أحد أن يتقدم بين يدي الله قوة قاهرة مدبرة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وهو العزيز الحكيم جلت قدرته وعظمت جلت حكمته وارتفعت سبحانه وتعالى جل في علاه يا عبد الله الذي يملك الدنيا والآخرة هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله الذي يغير حالك هو الله الذي يسمع كلامك هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه شوف رب العباد يقول للمشركين الذين عبدوا الأصنام أو توجهوا إلى الأصنام بأيلون من ألوان العبودية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يعني الإنسان لو دعا ميت أو مقبور لا يسمعه لو دعا صنم كما كان يفعل المشركون من قبل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ثم يتنزل القرآن الكريم على فرد ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يلبئك مثل قبير الذي يسمع الدعاء هو الله عز وجل الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله تبارك وتعالى سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله الذي خزائنه ملأ هو الله يا عبد الله دربك يقول أرأيت النبي عليه الصلاة يقول عن ربي أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض ما أنفقه الله عز وجل لم ينقص من ملكته شيئا إلا كما يأخذ العصفور من البحر فأي شيء سيرجع وما الذي سيأخذه فهل هذا المالك مالك الملك بهذه العظمة والملكوت ينصرف العبد عنه تنصرف وجوه الناس عن غير الله يسأل غير الله تبارك وتعالى يسأل المسيح عيسى بن مريم ويدعى من دون الله أو يعبد أو يطلب أحد من النبي عليه الصلاة والسلام ويرز ويأمل والجميع يطلب من الله ويسأل الله ويستغيث بالله ويضع الله وسيرة الأنبياء والمرسلين من أدل الدلائل على ذلك حقيقة يعني أخشى أن يطول بها الوقت وأن ينصرف وأن يتحدث حول هذا الموضوع وهو يستحق الحديث لأهميته يا عبد الله لا تتوجه بأي لون من ألوان العبادة لغير الله لا يتحرك قلبك ولا ينطق لسانك ولا تتوجه بعمل بجوارحك إلا ووجهك يقصد وجه ربك سبحانه وتعالى ومولاك أي عمل توجه به إلى الله تبارك وتعالى أي قربة تقرب بها إلى الله عز وجل واعلم أن المخلوق ضعيف مثلك أنت وهو سواء شوه القرآن يقول إن تدعوه من لا يسمعه دعاءك فكيف تدعوه الذي يسمع النجوة هو الله عز وجل سبحان من وسع سمعه الأصوات سبحانه جل في علا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلط عليه الألسن الناس جميعا لو قاموا في صعيد واحد ونادوه يسمع دعاءهم وإذا أراد لبى دعوتهم وإذا لبى دعوتهم لا ينقص من ملكه سبحانه وتعالى شيئا ماذا عند المخلوق إذن يا عبد الله هذه قضية مهمة جدا يجب أن نفهمها وأن نعيها وأن نتوجه بها إلى الله عز وجل أسف الشديد بعض الناس يوجهون الناس إلى أصحاب المقامات والأولياء والصالحين ونحن والله نحب أولياء الله الصالحين ونطمع أن نكون من هؤلاء من أولياء الله الصالحين وعباده الذين رفعهم درجات ولكن هذا الولي لا يملك لك يا عبد الله نفعا ولا ضر ومن أين له ذلك؟ قد يقول قائل اتني بدليل على ما تقول عشرات بل مئات الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وقد أشرت إلى آية واحدة والآن أشير إلى حديث أيضا واحد وأكتفي به لأن تقل إلى مسألة أخرى حديث النبي عليه الصلاة حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه من الفهم والعلم والفقه الشيء الكثير يا إخواني ماذا أقول عن كلمات النبوة ده النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم يجب على الجميع أن يسكت وينصت ويتعلم ممن أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس يعني غلام صغير ربما في العشرة من عمره يا غلام إني أعلمك كلمات والنبي عليه الصلاة والسلام يصف هذه الكلمات بأن الله ينفعه بها يعني ينفع عبد الله بن عباس بها هذه الكلمات طيب نريد نستمع للكلمات دي اللي هي كلمات طيبة جدا مباركة من النبي عليه الصلاة والسلام لحبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ احفظ دين الله احفظ شرع الله يحفظك الله تبارك وتعالى الله ليس بحاجة إلى حفظ مني ومنك إحنا ماذا نحن إذا رب العباد يقبض أرواحنا في لمح البصر يملكنا ويملك ما ملكنا إياه سبحانه وأين أنا من رب العباد حتى أحفظه ولكن المراد احفظ دين الله وأن أقول هذا للبشرية اليوم نسل وتتطول على الشرع ماذا نقول لهؤلاء احفظوا الله احفظوا دين الله وشرعة معنى سؤال فضل يا أخي عبفتاح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل الله يبارك فيه عندي سؤال ممكن اتفضل وط التلفزيون شوية الله يبارك فيه نعم أنا أريدك بس تخفض صوت التلفزيون لو سمح عندنا في القرية أنا مئة خفض صوت التلفزيون لو سمح صوت التلفزيون أخفضه اتفضل أنا من الفلادية وأنا الحمد لله شاب ملتزم ملتزمت حديثا نعم والناس يقولون لي بحكم أن الإمام غير موجود في المسجد يقولون نصلي بنا يقولون لي أتوتر في الصلاة وكذلك أريد منك أن أن توجهني إلى إلى شيء يعني لك لا أتوتر في الصلاة وشيء آخر هل يجوز لي أن أصلي بالناس في رمضان التراويح بحكم أن الإمام غير موجود أو أذهب لأصلي في المسجد آخر بحكم أن البلادية فيها مسجد واحد كما تعلمون أن البلادية يعني حقيقة أننا هنا ليس عندنا لا علماء كثير في البلادية وعدي سؤال آخر يا شيخ سؤال الثاني هو أن أنا مهنتي أنا حلاق مهنتي حلاق بحكم أنني أحلق للناس هناك قصات كما تعلمون قصات من الغرب وقصات حقيقة أريد ما حكمي في ذلك هل يجوز لي أن أحلق للناس مثلا تلك القصات أم كما تعرف الله حول القوة إلا بالله بحكم أن الناس الأكترياء هم الذين يحلقون بتلك القصات يعني لا يوجد نفس ملتزي منك كتر لكي أتعامل معهم إلى آخر وما حكمي في ذلك وجزك الله وخير علينا كل خير يا شيخ وبرك الله وخير طيب معنا أخونا أحمد سلام عليكم سلام وبركاتك فضل لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوية لو سمحت أتفضل أسمعك خفض صوت التلفزيون وتكلم طيب أرجع إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ احفظ دين الله احفظ شرع الله حافظه على الواجبات والفرائد والأركان والآداب والمستحبات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك ثم بعد إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله كلمات مع وجازتها تحمل معنا عظيما للغاية يا عبد الله إذا سألت فما عليك إلا أن تقول يا الله ارفع ارفع أكفك إلى الله عز وجل ضع حاجتك عند ملك الملوك سبحانه وتعالى جل في علاه من نادى الله عز وجل بصدق وإخلاص وشاء الله أن يقبله ولم يقبل سبحانه جل في علاه أنت ارفع حاجتك إلى الله اسأل ربك سبحانه وتعالى ومولاك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تريد معنا تريد الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات فحسب لكفة العاقل لكفة الإنسان الذي يفقه ويفهم ولكنه انتقل من ذلك إلى أمر آخر قائلا وعلم أن الأمة كلها لو يستمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك شفت أما القول النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كلها مش واحد ولا جماعة ولا هيئة ولا مؤسسة ولا بلد ولا قطر لا الأمة كلها لو يستمعوا على أن ينفعوك بشيء لا يمكن بحال أن ينفعوك بشيء لم يرده ربك سبحانه وتعالى ومولاك طب بالعكس ولو يستمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء إن قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحور ولذلك إحنا لو نظرنا في القرآن الكريم سنجد أن حتى سير الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تبين أنهم جميعا كانوا يسألون الله ويطلبون من الله ويلجأون إلى الله سبحانه وتعالى جل في علا وعلى رأسهم نوع عليه السلام لما أراد أن يسأل ربه أو أن لا ينال ولده الكافر الأذى طلبا ممن هل قال لولده أنت في حماية وحصني وأنا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه وقلت قبل قليل خليل الرحمن إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقين ويأتي بضمير الفصل هو للتأكيد حتى لا يذب الذهن إلى شيء آخر هذه آيات القرآن الكريم ذنون عليه السلام يخبر القرآن الكريم عنه لما خرج دون أن يأذن له ربه سبحانه وتعالى ظن منه أن الله عز وجل لن يضيق عليه أو أن يعاقبه بشيء وخرج فما كان منه إلا أن التقمه الحوت وأن أذكر كده باختصار لضيق الوقت لما كان في قلب الحوت وهو نبي ماذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت شوف شوف الاستغفار أولا أو الوحدة نية أولا لا إله إلا أنت سبحانك ذكر أنهي أولا ثم بعد ذلك يعترب بالتقصير والذنب والظلم لا إله إلا أنت سبحانك توحيد إفراث الله بالوحدانية يا الله أنا لا أملك شيئا وأنا من الظالمين ماذا كان الشأن قال الله عز وجل فاستجبنا له مباشرة والفعل الترتيب والتعقيد ومجرد أن أخلص لداءه ورفع حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه فما كان من الله إلا أن نجاه والذي يملك ذلك وحده هو الله لو ناد ذنون هو في بطل الحود وظل ينادي ويرفع صوته لغير الله هل كان يمكن لأحد أن يسمعه نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أول غزوة وقد حدثت في رمضان هو شهر سهل علينا بعد أيام أول غزوة غزوة بدر الكبرى أو غزوة الفرقان النبي عليه الصلاة والسلام صنع له عريش ما قال للصحابة قاتلوا وأنتم وأنا معكم والنصر عندنا وبأيدينا وأنا نبي كريم على الله عز وجل وسيفعل بي وكذا وكذا وهذا أمر عندي ولا دخل لأحد بعد فيه أبدا ده صنع له عريش عليه الصلاة والسلام يعني خيمة كده تظل من الشمس وقف يلهج بذكر الله والدعاء لله والطلب منه وحده سبحانه وتعالى دون سواه يقول لرب اللهم إن تهلك هذه الأصابة أو أنتهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم اللهم نصرك الذي وعتني يسأل رب ويطلب من ربه يا ربي أنت وعتني النصر على الأعداء فأنا أطلبه الآن لأن النصر بيد الله عز وجل وهو القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين سبحانه وتعالى جل في علاه يطلب المدد من الله لا يطلبه من غيره لا يطلبه من جبريل ولا يقول بأنني أنا الذي أمد أنا رسول أفضل الرسل على الإطلاق أفضل البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال بيدي مقاليد الأمور ولا أنا أعرف ولا يمكن أن أفعل عليه الصلاة والسلام وإنما يدعو ربه ومولاه ويطلب المدد من الله عز وجل ويستغيث بالله وحده الدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين كما جاءت الآية في سورة الأنفال هكذا إذن أثبتت أن الذي يستغذ به هو الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغيث بالله وحده دون سواه ويطلب من الله عز وجل وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم لماذا؟ نحن نؤمن بأنه خير البشر وندين الله بذلك أفضل الأنبياء والمرسلين أفضل البشر على الإطلاق هو إمامنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذا فلا يعبد من دون الله عز وجل لأنه عبد قال الله عز وجل عنه وأنه لما قام عبد الله يدعوه صلى الله عليه وسلم قال الله عنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صلوات الله وسلامه عليه قال الله عنه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلوات الله وسلامه عليه ودكت أشرف مقامة النبي صلى الله عليه وسلم إذن باختصار يا إخواني الشديد العبودية بجميع ألوانها وفروعها وصورها وأشكالها لا تكون إلا لله فلا يغرك إنسان ويقول لك لا والله إذا إحنا بنتخذ الأولياء والصالحين سلم وطريق نتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى نقول الذي يملك كل ذلك هو الله عز وجل فيعبد لا تبعو غير الله سبحانه كم أنا شهدت مرات ومرات أناس يرفعون أكف الضراعة لموتى مقبورين لا يعرفون حانهم ولا يشاهدون وضعهم ولا يسمعون كلامهم هؤلاء وقعوا في ضلال مبين قال الله عز وجل كما في أوائل سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله هكذا بإطلاق ما أحدد أحد وإنما عمم يدعو من دون الله والآية تبعين إيه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يعني لو ظل الداعي يدعو إلى يوم القيامة لن يستمع له هذا المدعو ودعاء هذا وهذا في ضلال له دعوة الحق وحدة سبحانه وتعالى جل في علا فيعبد الله إذا أخلص من ذلك لأن تقل لا تصرف أي لون من ألوان العبادة لله لا عبادة قلبية لا تحب محبة كاملة محبة عبودية إلا الله عز وجل خوفك ورجاءك طمعك وأملك خشيتك واعتمادك توكلك وإنابتك أعمال القلب كلها لله تبارك وتعالى وحد اللسان لا تذكر إلا الله عز وجل ذكر العبودية لا تدعو غير الله لا تتوسل بغير الله لا تستغيث إلا بالله لا تقل كلمة تشرك فيها أحدا مع الله حتى في الألفاظ حتى في الألفاظ لا تحلف بغير الله كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مثلا لا تعمل أي عمل من أعمال الجوارح أو لا تتصدق بأي صدق من المال إلا إذا كانت الله تبارك وتعالى وحده ما يوضع في صناديق النظور وغير ذلك كل هذا لون من ألوان الباطل والشرك والأحراف والعياذ بالله يحاسب عليه يا عبد يوم القيامة وبالتالي نحن دعوتنا إن إحنا نرفع الناس مما هم فيه من مسائل يتوجهون بها إلى غير الله إلى رب العباد وحده دون سواه وهذا أصل الأصول في الدين أن تعبد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بل الله فاعبد وحبا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صلوات الله وسلامه عليه إذن العبودية لله تبارك وتعالى وحبا إذن يدخل في الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله الخالق الرازق المدبر صاحب الملك والملكوت سبحانه كما تؤمن بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية وتعمل بذلك الأمر الآخر أن تؤمن بأن لله عز وجل أسماء كلها حسنة وصفات كلها علا لمش عندي لم أتي بهذا من عندي الندم الوحي الرباني قال الله عز وجل في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى جل في علا الله عز وجل له أحسن الأسماء وأفضل الأسماء وأرفع الأسماء وأعلى الأسماء كما أن له أكمل الصفات سبحانه وتعالى جل في علا لا يشاركه أحد في صفاته جل في علا ويجب أن نعلم أن صفات الله عز وجل على ما تليق بجلال الله وكماله لو كان هناك تواطئ يعني اشترك في الأسماء أو الصفات بين الخالق المخلوق فلا يعني ذلك أن فيه تشبيه أو مشابه بين الخالق المخلوق فأنت تسمع والرب يسمع ولكن أين سمعك من سمع الله عز وجل أين بصرك من بصر الله تبارك وتعالى أنا الآن جالس في غرفة لا أرى ما خلفها بعد أن أغلقت أبوابها علي أما رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا يسمع ويرى وليست هناك حواجز تقف أمام سمعه ومصره سبحانه وتعالى جل في علا أنا الآن حي وربي له الحياة الكاملة فهل لأني حي الآن أقول بأن حياته تشبي حياة الله حياة الله عز وجل حاشا وكل أنا أود هذا الفقه يكون عند الناس حتى يؤمن الجميع بما ثبت لله من أسماء وصفات دون أن يشبه الله بأحد من خلقه فصفات الله تعالوا عن التشبيه لا يمكن بحل من الأحوال أن تكون صفات العب كصفات الرب فكما أن ذات الله ليست كذات المخلوق فكذلك صفات الله تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه هل تعلم له سمية؟ تأمل معي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه قل هو الله أحد أحد في ذاته أحد في أسمائه وصفاته أحد فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى جل في أولا بعض الناس يظل أنه لأوثمة الأسماء والصفات أنه يوقع في لون من ألوان التشبيه نحن نحذر من ذلك كما نحذر من التعطيل التعطيل اللي هو إيه؟ نفي الصفات تعطيلها عن حقائقها اللائقة بكمال الله وجلاله أو تأويلها بما لم يريده الله عز وجل بأعمال أو بكلمات أو بألفظ أو بعبارات آتي بها أنا وأنت ليست في القرآن والسنة الذات الإلهية ذات مقدسة لا يعلم أحد حقيقة هذه الذات إلا رب العلال سبحانه وتعالى جل في أولا وربنا أطلعنا على شيء من أسمائه وصفاته فنؤمن بها كما وردت ولكننا لا نفقه حقيقتها ولا كيفيتها لا نفقه حقيقتها ولا كيفيتها طيب أتلقى هذا لاتصالكم معاول فضل يا أخي أحمد عليكم السلامة الله وبركاته أهلا وسهلا كل السنة حضرتك طيب طيب الله يا كريم دكتور عبدالله أنا يعني محتاج لفلوس فأحد قريبي قال لي حديك عن عندي ذهب حدهولك سلك به مثلا والله شوية أتكلم بيدوء شوية كده وعلي صوتك أنا ميسور شوية في مبلغ معين ناس قريبي قالوا إحنا معنا ذهب حندهولك مع مالما ربنا يسر الأمم لك وبارده تاني هأخذ الذهب منهم إزاي لا يجوز بارك الله فيه يعني مثلا ممكن أن أنا أخذ الذهب الذهب بالذهب والفضة الفضة حديث النبي صلوات الله وسلم وهذه الأشياء يشترط فيها التقابض والمثلية فهذا من الربع لا يجوز بارك الله فيه خذ مالا ولا تاخذ ذهبا أقول بأن صفات الله عز وجل على ما تلق بجلاله وكماله فليحضر العبد فيها أن يعطل صفات الله عز وجل أو أن يشبه الله بخلقه وكلهما باطل التعطيل والتشبيه التعطيل نفي الصفات نفي الصفات وما دلت عليه أبنائي في الأسماء تعطيل الله عز وجل عن الاتصاف بها تلف الصفات الثابتة في القرآن الكريم والسل النبوية أو تؤولها على معنى لم يرد له ذكر لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ده اسم تعطيل هذا باطل لا يجوز نفي الصفات عن الله لا يجوز عرفت به طوايف وأنا ليس مجال الحديث عنها الآن أنا أقتصر غاية الاقتصاد أمر الآخر احذر التشبيه فما ثبت لله لا يماثل رب العباد سبحانه وتعالى فيه أحد من المخلوقين أبدا بحال من الأحوال فصفات الله ليست كصفاتنا سمع الله ليست كسمعنا بصر الله ليست كفصرنا ياضر الله ليست كأيدينا طيب اطلقت سؤال السلام عليكم تفضل أخي عزيز او انا تفضل اه عندي سؤال أنا اسمي عزيز عرفي ذلك اي سؤال او اي درب اتفضل اتفضل اسمعك انا اسمي عزيز نعم في ذلك اي تشبيه لا اسمع لله الحسنة وفي صفاتي طيب حار طيب حار سأكلمك الآن حاض حاض اقول يا اخواني احضر التشبيه ان تشبه الله عز وجل او تشبه صفاتي بصفات المخلوقين حاسا وكل فكلاهما باطل منكر لا يمكن بحل الأحوال ان يكون شيء منهما فيه لون من ألوان الصواة الله عز وجل له من الاسماء الحسنة ما يلق بجلاله وعظمته وله من الصفات العلى ما يناسب مكانه وقدره سبحانه جل في علاه فنثبت ما جاء لله في كتاب الله وما صح الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالذات الإلهي في مسألة مهمة جدا ليه لأن العبد لما يتعرف على الله عز وجل من خلال أسماء الحسنة وصفاته العلى يقبل على الله عز وجل بعض الناس يقول المسألة دي قد تفرق لا دعا قائف ونعلمها للناس على الوجه الحق يعني تعلم للناس كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرار وإن كنا ننهى عن الجدال والمراء وأيضا لتطاول على الخلق أو اتهم في نياتهم أو لا نعذرهم عندما يخطئوه نعرف مثلا لو أن إنسان أول صفة من الصفات نقول أريد تنزيه الله عن مشبهة المخلوقين نبايد له وجه الحق لنرده إلى الصواب ونقول له أنت بذلك ما أتيت بشيء أو ما التزمت بأمر الله ولا بأمرك سلف من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة الأعلام المتبوعين ضدوان الله تعالى عليهم أجمعين فالزم منهج أهل السنة والجماعة فالزم منهج أهل السنة والجماعة الكلام في هذا يطول وأنا يعني ربما أحاول أن يعني ألخصه في كلمتهم من خلال آية وردة في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط ده جزء من آية رقم حراشة في سلط الشورى هذا الجزء اجتمل على شقين أو على أمرين مهمين أو على ركنين أساسيين في مسألة الأسواع والصفات الأول نفي المثلية عن الله عز وجل بعض يقول التشبيب السنة أحب الالتزام بألفاظ القرآن الكريم نفي المثلية عن الله عز وجل فالله لا مثل له ولا كفأ له ولا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى جل في عدى إذن الشق الأول من الآية نفي المماثل بين الخالق والمخلوق لماذا؟ لتفرد الله عز وجل بما ثبت له ليس كمثله شيء طب الركن الثاني أو الأمر الثاني المهم في الآية وهو السميع البصير أين الأهمية؟ أن الله عز وجل مع نفيه التمثيل عن نفسه أثبت لنفسه الأسماء والصفات فقال وهو السميع البصير فدل ذلك على أن نفي التشبيه عن الله أو المثلية عن الله لا يلزم منه نفي الصفات ولا الأسماء ما نعمل إيه؟ نثبت الأسماء والصفات وننفي عن الله فيهما مماثلته للمخلوقات سبحانه وتعالى جل في علاه وأنا أقول الأسماء والصفات رغم أن السميع البصير اسماني من الأسماء اللي عز وجل وأقول بأن هذين الاسمين يتضمنان إثبات الصفات لماذا؟ لماذا؟ لأن الأسماء مشتقة من الصفات وطالما أنا أثبت الاسم وهو مشتق من الصفة فلابد أن أنا أثبت المشتق منه وإلا يعني ذا هذا وضال حتى في العقل ولذلك نفس الرازي رحمه الله ناقشاً معتزلاً في كتابه المحصول حول هذه المسألة وأفحمه كيف تثبت الفرع وتنفي الأصل أنت أخذت من الأصل فإزاي تثبت الفرع وتترك الأصل إذن ليس كمثله شيء وهو السماع المصير الشاهد أساس في قضية الأسماء والصفات نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات وننفي المثلية أو التشبيه عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه الحقيقة سؤال الأخونا عزيز دون الاسم عزيز هل دا يتعلق بالأسماء والصفات وما إلى ذلك أنا ربما أشرت لما ذكرت قلت مثلاً أنا وأنت الآن قد نسمع ونبصر أو نسمع ونبصر والله يتصف بالسمع والبصر ومن أسمائه السميع البصير كما في الآية السابقة فهل يعني ذلك أن سمعك سمحاشا وكلة طمه رب العباد سبحانه وتعالى قال وبشر له بغلام حليم وفي آية عليم أو سماه بالعلم والله عز وجل من أسمائه العليم فهل هذا يعد ممثلة لا الاشتراك في الاسم لا يجب الممثلة والمشاركة في الحقيقة والكيفية فما أضيف إلى المخلوق يناسب عجز المخلوق وضعفه وافتقاره وحاجته وما نسب إلى الله يناسب كماله وقيوميته سبحانه وتعالى وجل في علاه وأنا عشان أخرج من القضية دي سأضرب مثال فقط بإسم الحياة وبإسم الله الحي وصفة الحياة إحنا الآن والناس اللي أحياء في الدنيا دي أحياء والله عز وجل حي فهل نحن نشارك الله عز وجل في صفة الحياة؟ حيسى وكل ده حياتي وحياتك بدأت بعدم وتنتابها المنغصات فيها السنة والنوم والألم والمرض والوجع والضعف وغير ذلك وتقول إلى عدم أما حيات الله عز وجل فلم تسبق لعدم ولا يعتريه سنة ولا نوم ولا ضعف ولا غير ذلك فهو الكامل سبحانه في كل أسمائه وصفاته ولا يقول إلى عدم كشأني وشأني إذن شتان بين الحياتي أنا أقول عني أننا حي وأصف نفسي بالحياة الآن ولكن لا يمكن أبدا أن يفكر مخلوق أنني أشارف الله في حياته أو أن حياتي تماثل الله أو تماثل حياة الله تبارك وتعالى حقيقة كنت أود كما وعدت في داية اللقاء أن أنتهي اليوم لأنني لن أبدأ إن شاء الله عز وجل في شرح سنن أبي داود إلا بعد انقضاء شهر رمضان لوجود برامج أخرى فكنت أود أن أنتهي من أركال الإيمان ولكني وقفت عند الركن الأول أمل إن شاء الله تبارك وتعالى أن نلتقي بكم على خير إن يسر الله تبارك وتعالى وأعان وكتب لنا شيئا من الحياة إن شاء الله تبارك وتعالى بقي الدقائق معدودة أجيب فقط بصورة سريعة على مورد من أسئلة أخونا عبد الفتاح بيقول إن هو رجل التزم ويريد توجيه كلمة للناس لأنه ربما يعني يتكلم الناس عنه إنه تغير من حال إلى حال نحن نسأل الله عز وجل ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك أن نغير من أحوالنا إن كنا على غير الطريق فلنعود إلى طريق الله عز وجل إن كنا على غير الهدي المستقيم فلنرجع إلى الهدى ونطرق طرق الضلالة وغير ذلك أيضا يعني يقول هل يجوز أن أنا أصلي بالناس صلاة الترويح يا إخواني ودي مسألة مهمة جدا الصلاة بالناس عمل محمود ومن أنس في نفسه الأهلية عليه أن يتقدم ليأم الناس في الصلاة حيا أنا أحزن أحيانا لما أدخل المساجد ولعل إخواني من المشاهدين مشاهدين شارفونني في ذلك ونجد يقول لك مصحف التهجد وفي قائمة كده أو عمود قائم يسند فيه المصحف أو يضع عليه والإمام يقرأ من المصحف إحنا أمة القرآن نحفظ القرآن الكريم في صدورنا باركة أن يعي قلبك كتاب الله تبارك وتعالى ويتلوه الأئمة عندنا الحمد لله عندنا الحافظة كثيرة فليتقدم حفاظ القرآن الكريم حفاظ القرآن الكريم عليهم أن يتقدموا إلى محارب المسلمين ليأموا الناس في الصلاة هذا عمل فاضل جدا ولكن أنا أطالب من يتقدم أن تكون عنده الأهلية من أهل يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كنت قارئاً للقرآن الكريم مجيداً فتوكل على الله عز وجل صلي بالناس إماماً وقرأ ما تيسر من القرآن وأنا يعني لعلنا نأتي فيما بعد وننصح إخواننا الأئمة أنهم أيضاً يعني مع أنهم يرفقون بالناس يطلون القراءة ونطالب الناس أنهم يعني يشاركوا المسلمين في صلاة التراويح ففي هذا خير وبركة أمل أن تتاح فرصة إن شاء الله تعالى أو لقاء نتحدث فيه عن شيء من ذلك وقد انتهى وقت هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم شهر رمضان وأن يتقبل منا صيامه وقيامه وأن يوفقنا لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه وصل لهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله سنن الحبيب محمد نور لنا